اخضعت لجنة تحقيق انقلاب الانقاذ امس ثلاثة من اعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ هم الطيب محمد خير سيخة والعميد طيار ركن مهندس فيصل مدني مختار واللواء محمد الطيب الخنجر للتحقيق حول التخم المنسوبة اليهم في البلاغة وحولت الطيب ومدني الى سين كوبر فيما احالت الخنجر الى القسم الشمالي الخرطوم لاستكمال التحقيق معه في بلاغ جنائي وكان فريق المباحث المختص بتنفيذ اوامر قبض المتهمين قد اوقف الطيب محمد خير وفيصل مدني مختار في منازلهم وتولى وكيل نيابة الخرطوم شمال التحقيق في البلاغ قبل ان يصدر النائب العام تاجسير على الحبر قرارا ويشكل لينة تحقيق وتحرر في الانقلاب على السلطة الذي جرى في عام تسعة وثمانين بواسطة الرئيس السابق البشير طيبة لحياة طيبة